السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان فيديو صامت ويكتب لك ويسأل لك وضيعة وقت كلمتين يقولهم في الفيديو تنتهي المشكلة ما هو المطلوب مني مطلوب مني الجواب والجواب يجب السؤال يعطيني نوع السيارة ونوع المحرك الزيت الذي يصب فيه المشكلة كيف يبدأها تمنى أكثر حاجة هي المشكلة كيف يبدأها إن شاء الله قبل عشر سنين اشتريتها هكاكة نفهم هكاكة الموضوع كان اشتريتها هكاكة هل ضيعت وقت تكتب لي ونكتب لك يعني الحساب المتابعين لا يمكنك أن نكتب لك وتكتب لي ولا بالتليفون ولا غيره كل هذا يعني أمور زيدة كل ما في الأمر خصص أطفي المحرك أو سكة المحرك خصص أطقيقة أشرح لي فيها المشكلة من الأول لأخر وانتهت المشكلة ما غير ضيعت وقت أن بني أخونا هذا من مغرب يتسرى عن ذلك النفوان كاته هكذا يشكي من الصوت هذياء للأخر موجود وليس وصلت معك كيف يدعني ونسألت على الحرارة قال لي طبيعية 80 ومتاح المطور استفترى 300.000 كم ونزلت على كيه لقد رأيت 40 المطور هذا يعني الصوت اللي فيه رو عادي ما تخافش منه ما فيه حتى اشكالية انت حتى غيرت لزينج كتير رو غيرتهم يعني احرام لانا الصوت هاداك موجود اصلا في المطور الداخل من اولا القطع الموجودة الداخل من الاربراكامات ومن الدنيا كلها تأكله شوية يعمل الصوت هاداك متاعي جرغر هاداك يعني هاداك ما تنجمش نحيه من الصوت رو مستحيد نحيه الصوت منه علاش لي انه يعني موجود في وسط و الداخل ما تقدرش تحدى من اي مكان بالضبط ما تشغلش نفسك بالصوت هاداك خليك عادي صب الزيت عثر ربعين متاعك راقب الحرارة متاعك نمور كلها تبلي ماشية ما تخافش منه وخليك الهكاك اللين يولي اياك الزيت يولي تعبك ووقتها غيره ارتاح لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله